المهدي المنتظر يدعون الله بأن يعجل فرجه فمن يكون يا ترى هل هناك أدلة تاريخية على وجود هذه الشخصية وما الذي دع الشياء إلى الاعتقاد بالمهدي المنتظر ولماذا هو غائب اليوم وأين يغيب ومتى سيعجل الله فرجه وماذا سيحصل إن عجل الله فرجه ورجع من غيبته أسئلة كثيرة تستدعي من التفصيل فيها وبكل وضوح ولذلك قمت بعمل هذه الحلقة وأعيدكم بأن كل من يشاهد أو سيشاهد هذه الحلقة سيصير ملما بأهم الخطوط العريضة في موضوع المهدي المنتظر دعونا إذن نفحص هذا الموضوع وبكل وضوح من هو المهدي المنتظر؟ طبعا هذه الصورة ليست للمهدي المنتظر بل هي صورة لمحمد أحمد المهدي مؤسس الدولة المهدية لأن كثير من الناس دعوا أنهم المهدي عبر التاريخ منهم المهدي بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية في المغرب عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية دعا أنه المهدي محمد أحمد المهدي صاحب الصورة في هذا الجرافيك محمد أحمد المهدي مؤسس الدولة المهدية في السودان لماذا الناس يدعون أنهم المهدي سنرى ذلك في هذه الحلقة أحمد نجات سأعطيكم لماذا من المهم أن نتطرق لهذه العقيدة أحمد نجاد كان في 2010 قال بأن أمريكا أكبر حاجز يعطل ظهور المهدي المنتظر الإيرانيون الشيعة خاصة أصحاب ولاية الفقية والذين يحكمون إيران يؤمنون بقوة حزب الله في لبنان يؤمن بقوة والشيعة أيضا في العراق يؤمنون بأن المهدي المنتظر سيظهر وبأن من يعطل ظهوره هو الغرب الكافر خاصة أمريكا وإسرائيل اليهود والمسيحيون يكرهون المهدي في نظرهم وهم يعطلون ظهوره مرجع إيراني كبير خامنئي المرشد الحالي الآن لإيران للثورة الإسلامية في إيران على تواصل دائم بالمهدي المنتظر هذا واحد اسمه آية الله ناصر مكارم شرازي كان فيه مؤتمر وقيم في مدينة قم الإيرانية وقال إن أحد أسباب نجاح المرشد هو تواصل دائم مع إمام الزمان اللي هو المهدي المنتظر يشوفه على طول بمسجد جمكران يعني بيقابله وبيحكي معاه وبيدي نصائح كيف يقود الثورة الإيرانية ممتل خامنئي في الحارس التوري الأمريكيون والعلمانيون يؤخرون ظهور المهدي ويعني فيه حرب وأنه فيه جواسيس وإستخبارات يتجسسون على مكان ظهور المهدي حتى يحاولون تعطيل ظهوره هذا ما يجري في عقول الكثير من الشيعة الاثنين عشرية قيس الخزعلي قال بأن الولايات المتحدة ملأت الخليج بالسفن تأهبا لظهور المهدي سياسي كبير في العراق شيعي يقول بأن الولايات المتحدة ملأت الخليج بالسفن لأنها تستعد لظهور المهدي المنتظر عقيدة المهدي حاضرة بقوة في السياسة وفي الدين وعبر تاريخ الإسلامي ولذلك من المهم دراستها لأنها ستلقي الضوء على بعض الجوانب الكبيرة في مسألة الاختلافات العقائدية بعض الملاحظات عن المهدي المنتظر لم يرد ذكره قد في القرآن طبعا الشيعة سيفسرون بعض الآيات القرآنية على أنها تذكر الإمام المهدي لكنهم سيفشلون طبيعة الحال أن يجدوا أي آية تتحدث عنه بكل وضوح كل ما ذكر عن المهدي مأخوذ من الأحادي سواء عند السنة أو الشيعة هو مأخوذ من الأحادي طبعا السنة لا يركزون كما قلت على عقيدة المهدي بل هي فرعية عندهم لكن الشيعة خاصة الاثنى عشرية يركزون على مسألة الإمام المهدي فيه كتاب اسمه المهدي المنتظر عند الشيعة الاثنى عشرية كتبه جواد علي الكاتب العراقي المشهور صاحب المفصل في تاريخ العرب هذا الكتاب أخذ فيه كان أطروحا للدكتوراه والجواد علي فصل فيه هذه الشخصية تفصيل مهم عندي نسخة من هذا الكتاب يمكن أعرضها عليكم موجودة لمن يريد الاطلاع عليها ربما ستجدونها في المكتبات لمن يريد شراءها جيد جدا هذا البحث وسأقتبس منه الكثير في هذه الحلقة ألقاب المهدي المهدي يسمى الإمام الغائب لأنه غائب الآن صار له سنوات مئات السنين يسمى المهدي من الهداية يعني الله هداه وسيهدي الناس عن طريقه والمنتظر لأن الناس ينتظرونه صاحب الزمان صاحب الأمر القائم حجة الله بقية الله وكلها أسماء ألقاب للمهدي المنتظر لما تسمع الإمام أو الإمام الغائب أو صاحب الزمان أو القائم أعرف أنهم يتحدثون عن المهدي المنتظر المهدي ليس اسمه وفقط لقب أن المهدي وكثير من الناس ادعوا المهدوية عبر التاريخ لأن هذا اللقب يعطي قدسية للإنسان ونسخة الشيعة ينتظرون ظهوره هناك اختلاف بين الطوائف الإسلامية حول هذه العقيدة يختلفون في وجوده موجود ولا مش موجود وجد ولا مش موجود هل سيأتي أم وجد في الماضي سيأتي في المستقبل إلى غير ذلك اختلفوا في شخصيتي من يكون اختلفوا في اسمه في زمن ظهوره في وقت رجوعه في نهايته اختلفوا في كل شيء حول هذه الشخصية اختلاف الطوائف الإسلامية سأعرض لكم البعض الشيعة الإمامية او يسمون الشيعة الاثنى عشرية لأنهم يؤمنون باثنى عشر إمام ولذلك يسمون الشيعة الاثنى عشرية موجودون بكثرة في إيران والعراق وطبعا موجودون في بلدان أخرى لكن تمركزهم في إيران والعراق وفي لبنان حزب الله يعتبر من الشيعة الإمامية يقولون بأنه المهدي أتى في الماضي ظهر وغاب أنه ولد ولادة حقيقية ووجد تاريخيا وكان هناك شخص اسمه محمد بن الحسن كما سنرى وأنه يلقى بالمهدي وهو الإمام الاثنى عشر وأنه أتى لكنه غاب غيبة صغرى وغاب غيبة كبرى بعد ذلك إلى يومنا هذا وسيعجل الله فرجه في وقت ما العلويون الشيعة يؤمنون به تماما كالشيعة الإمامية والعلويون تعرفون يتمركزون في سوريا الشيعة الزيدية في اليمن لا يؤمنون به لأنه من أتباع الزيد ابن علي ابن الحسين وبالتالي هم لا يؤمنون بفكرة الإمامة كما يؤمن بها الشيعة الإمامية يؤمنون لهم فكر مختلف الشيعة الإباضية في عمان سلطنة عمان لا يؤمنون به على الإطلاق الإسماعيلية يختلفون بشخص من اسمهم تعرف أنه يتبعون الإمام إسماعيل وبالتالي يختلفون حول شخصيته بالنسبة لهم المهدي ليس هو الشخص الذي يؤمن به الشيعة الإمامية السنة يؤمنون بمهدي آخر الزمان أنه سيأتي في آخر الزمان شخص وسيكون هو المهدي لم يأتي قط في الماضي ولم يختفي لا غيبة صغرى ولا غيبة كبرى الأحمدية يؤمنون بأنه مرزى غلام أحمد القدياني وبأنه هذا هو المهدي وهو المسيح الموعود كما ترون كل هذه الفرق مختلفة حول عقيدة المهدي إسلام واب مثلا يعطينا خلاصة ما يعتقد أهل السنة بعجالة فيعتقد أهل السنة أن من أشراط الساعة خروج المهدي آخر الزمان فيملك سبع سنين يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما وتخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها ويفيض المال وقد جاءت السنة ببيان اسمه وصفته ومكان خروجه ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أن النبي قال لا تذهب أو لا تنقذ الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيت يواطئ اسمه اسمي وفي رواه لأبي داود يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يعني حيكون اسمه محمد بن عبد الله تماما مثل محمد بن عبد الله المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين إذا هذه خلاصة عقيدة أهل السنة أن المهدي سيأتي في أخر الزمان سيكون شخص سيولد اسمه محمد بن عبد الله وسيحكم سبع سنين وسيكون في أخر الزمان وقت ظهور أو عودة المسيح إذن مقارنة بسيطة جدول بين السنة والشيعة بعجالا كده حتى كل واحد يفهم إيه الاختلافات المهدي عند الشيعة الاثناء عشرية لأنهم هم الغالبية العظمى والذين يركزون على هذه العقيدة المهدي أتى في القرن التاسع الميلادي بالنسبة للسنة سيأتي في آخر الزمان ملوش علاقة لم يأتي في التاريخ قط كان اسمه محمد بن الحسن كما قلنا هذا سيكون اسمه محمد مستقبلا كان اسم أبيه الحسن العسكري كما يقال وفي عند السنة اسمه أبيه سيكون مستقبلا عبد الله هذا من نسل محمد عن طريق علي وفاطمة وهذا أيضا سيكون من آل البيت من نسل محمد مستقبلا سيحكم بالعدل سيموت على الأرجح مقتولا مسموما عند الشيعة غالبا سيموت بعد حكم سبع سنين ولا يوضحون طريقة موته عند السنة بخلاصة كده الاختلافات بين الاثنين سأقتبس الآن من كتاب جواد علي يقول يبدأ بداية جميلة خاصة في الفصل الثاني يقول بأن الخلافة حتى لما تخلى آل البيت عن الخلافة كلمة شيعة تعني فرقة أو حزب أو جماعة شيعة علي جماعة علي ظلوا يعتقدون بأن الخلفاء الحقيقيون هم من آل البيت أن التنين أخذوا الخلافة بالغصب يقول يعتبر علي بن أبي طالب عند الشيعة هو الخليف الأول بعد النبي بعده يأتي الحسن وبعدما أقتل أخي وخليفته الحسين لم يعود عقاب الإمام الثالث اللي هو الحسين الذين يعترفوا بيوم الشيعة الاثناء عشرية كأئمة يقومون بالعمل السياسي بعد الحسين خلاص انتهى العمل السياسي ثلاث أئمة في نظرهم علي حسن والحسين وانتهى العمل السياسي صاروا يقومون بالعمل الديني لكن اعتقاد وبايعوا الخليفة الموجود وقتها من خلفاء بني أمية كان الاثناء عشر يؤكدون طبعا أن هذا يحدث ظاهريا كانوا يقولون نحن نبايعهم ظاهريا لكن إيمانيا لن نتنازل أبدا عن حقهم في الحكم أن ننازلنا نعتقد أننا الخلفاء الحقيقيون إذن صراع السلطة هذا هو لب ولادة عقيدة المهدي هناك خلفاء حقيقيون انتصروا بالسيف فرضوا الأمر الواقع خلفاء بن أمية وهناك خلفاء مقهورون تنازع على السلطة لم يستطيعوا بعد مقتل الحسين لم يستطيعوا فعل شيء وخلاص خسروا المعركة ابتدأوا يشتغلون بالسر وفي الخفاء ومع الناس ويعتقدون أنهم هم الخلفاء الحقيقيون لكن لا يمارسون السياسة ظاهريا هذه الدولة الموازية للدولة الموجودة مستمرة إلى اليوم مستمرة إلى اليوم انظر إلى حزب الله مثلا في لبنان انظر إلى الجماعات الشيعية في العراق انظر إلى أي مكان كما تشتغل مثلا إيران في كل مكان نفس الشيء تكون هناك حكومة رسمية وهناك الحكومة الموازية حكومة الضل موجودة هي التي تسير الشعب وتتحكم فيهم دينيا يقول جواد علي بأنه في الفصل الأول أن فكرة الإمامة هي الأساس الذي بنيت عليه عقيدة المهدي يتمتل مبدأ الأساسي الذي يميز الشيعة عن بقية المسلمين في فكرة الإمامة أي القيادة السياسية الدينية فالإمامة وحاملها نفسه قد نصبهما الله أو نصبهما الله وحدهما عن طريق نبيه يعني الإمام معين من طرف الله وسلطة الإمام تشمل الأرض كلها هو إمام على كل الأرض فهو يحكمها بلا حدود لأن الله وكل إليه أمرها أو أمرها عفوا وكل ما يوجد فيها وفوقها سواء كان معدنا أم غابا أم حيوانا برا أم بحرا فالأشياء كلها ملك للإمام يعني الآئمة منذ علي حتى المهدي المنتظر يملكون العالم له الخمس مما يكسبوا الناس من أعمالهم يعطونه الخمس من الأموال لاحظوا هذه الجزئية مهمة جدا لأن نواب المهدي كما سنرى كانوا يأخذون الخمس من الناس بإسمه 20% تذهب للإمام هو يتصرف فيها كما شاء أو لنواب الإمام وهذا منذ عصر عالي وانت نازل 12 إمام وبعدها ممثلوهم وإلى الآن الشيعة الذين يعتقدون من أنهم آل البيت مثلا في اليمن يأخذون الخمس وأغنياء جدا ولذلك تجد المعممين في العالم أغنياء حتى الحوتيون أغنياء حتى الذين يسيرون هم أغنياء لأنهم يأخذون هذا الخمس قال لك إذا تولى إنسان تسير قطعة أرض دون علم الإمام فإن من حق الإمام نزعها منها فإذن الإمام له كل شيء على هذه الأرض إن الآئمة الذين يحكمون العالم بإسم الله بعد نبيه هم علي بن أبي طالب هذا أول واحد سهر النبي ابناء الحسن والحسين الثاني والثالث ابناء فاطمة آل البيت النبي والأحفاد المباشرين للحسين إلى المهدي إذن هم أحفاد الحسين للحفيد التاسع لمحمد أحفاد محمد للحفيد التاسع هذه هي قائمة الأئمة الاثناشر تتكلم عن علي والحسن والحسين وتسعة أحفاد بعدهم تسع أحفاد بعدهم هذه هي خلاصة خلاصة القائمة الأئمة إذن إلى المهدي صاحب الزمان الذي اختفى سنة مائتين وستين هجرية والشيعة ينتظرون رجوعه إلى يومنا هذا ولا ترتبط الإمام بسن معين يعني يمكن تكون إمام وانت في عمر سنة لأن المسيح ابن مريم كان قد جاء بالمعجزات وهو الطفل كما يعتقدون وأن داود أوحى الله إلي أن سليمان سيكون خليفته إذن سيكون خليفته إذن الفكرة أنه ممكن تكون سنة وهذه مهمة لأن المهدي صار إمامه في خمس سنين كما يقول الشيعة الإمامي وهو عمره خمس سنوات صار هو الإمام الاثناشر ومنذ وقته هو غيب ونحن هنتكلم عن التفاصيل إذن هم يقيصون على المسيح وهذا مهم جدا أن عقيدة المهدي ولدت في العراق قيصة على المسيح تضع علامات استفهام كثيرة هل قام الشيعة باستنساخ المسيح في عقائدهم احتمال كبير جدا ولماذا ظهرت في العراق بالضبط ولم تظهر في أي مكان آخر ولماذا ظهرت متأخرة في القرن الثاني للهجرة فهذه العقيدة ولدت في القرن الثاني للهجرة وبالتالي لنا ألف سؤال عليها من هم الأئمة الاثناشر هذه هي القائمة أول واحد هو علي بن أبي طالب ولذلك يسمون الاثنى عشرية أو الإمامية لأنهم يؤمنون بهؤلاء الأئمة علي ابنه الحسن وابنه الثاني الحسين البعض أعطى لابنه الثالث محمد بن الحنفية لأنه من أم أخرى مش مثل الحسن والحسين محمد بن الحنفية اعتقدوا بأنه المهدي عبر التاريخ كان فيه دايما انشقاق لفرق شيعية أخرى تعتقد بواحد من سلالة محمد بأنه هو المهدي وينشقه في الطريق إذن الحسين ابنه علي زين العابدين محمد الباقر ابن علي جعفر الصادق ابن محمد الباقر وحتى عند جعفر الصادق انشق الإسماعليون لأنه كان عنده ابن اسمه إسماعيل وابن اسمه موسى فالإسماعليون انشقوا من الإمام السادس انشقوا اختلفوا في من هو السابع هل هو الإسماعيل أم موسى المهم إحنا مكملين الإسماعيلية موجودين في جنوب السعودية مثلا وموجودين متفرقين حتى في اليمن ومناطق أخرى فهؤلاء يسمون الإسماعليون يعني تبعوا إمام آخر إسماعيل ابن جعفر الصادق لكن احنا مركزين مع أهم طبقة من الشيعة وهم الإتناع عشرية الإتناع عشرية مكملين مع موسى الكاظم وموسى الكاظم بعده علي الرضا وبعد علي الرضا محمد الجواد وعلي الهادي ثم الحسن العسكري ثم محور الحلقة اللي هو يسمى محمد بن الحسن العسكري اللي هو يسمى محمد المهدي وهو الإمام الثناشر وهو الذي يسمى المهدي وهم اللي بيستنوا رجوعه جواد علي بيقول لنا لقد عرف الوضع المتأزم الذي نشأ عقب موت الإمام الثناشر اللي هو الحسن العسكري اسمه العسكري لأنه قيل بأنه ولد في عسكر أو كان متواجد في عسكر عسكر في سامورة مكان تواجد العسكر فسمي الحسن العسكري المهم لما كان الإمام الثناشر ابتدأت الأمور تتأزم الخلفاء العباسيون ابتدوا يطهدوا الشيعة جدا 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 فقاموا بحل عند الفرق الشيعية الرئيسية كان للإمام مولد قالوا بأنه مش معروف أنه حسن العسكري كان عنده ابن ولا مش عنده وقع الشيعة في أزمة لأنه كل وقت لازم يكون له إمام في اعتقاد الشيعة لازم لكل وقت إمام فكيف أنه لازم يكون من سلالة الإمام الذي سبقه وبالتالي التبادل بين الإخوة كان فقط في الحسن والحسين بعدها خلاص واحد ابن واحد فكيف يكون الحسن العسكري من غير ولد قالوا لا عنده ولد وقالوا بأنه هناك شهود عنده ابن وشافوا الولد وهذا الولد خليفة أبي وبقي في وظيفتي فترة من الزمن وقالوا بأن الخليفة لما هدد أخفاه الله عن أعين الناس أنه هذا الولد كان الخليفة الـ 11 أو الإمام الـ 11 كان يخفي عن أعين الناس حتى لا يقتله الخليفة وبالتالي قالوا بأنه الإمام 11 كان عنده ولد الناس لحد الآن مش عارفين فيه اختلاف هل كان عنده ابن ولا ما كانش عنده أصلا لكن خلينا نمشي مع الرواية الشيعية بيقولوا تولد سنة 255 هجرية اللي بتوافق 869 عمره الآن 1155 لجينا لو حسبنا بالسنة الميلادية عمره الآن حوالي 12 قرن هذا الإمام المهدي اللي مختفي عن الأنظار وعلى فكرة ما بيعرفوش مكانه بيقولك هو يجول في الأرض وربما بيقضي أغلب وقت في المدينة في السعودية المدينة المنورة وأنه بيحج كل سنة وأنه مختفي عن الأنظار وأنه بيقابل بعض الناس زي خامنئ مثلا وبعض الناس بيقابلهم في أماكن معينة وبيكلمهم ولد في سامرة في العراق تولى الإمامة وهو ابن الخامسة في عمره كما قلت غابل غيبة الكبرى من 260 وهي مباشرة بعد تولي الإمامة يعني عاش خمس سنين فقط عاش خمس سنين في تحت رعاية أبيه بعد توفى أبوه من 260 غابل غيبة الصغرى الصغرى من 260 ل329 وهي 69 سنة غيبة صغرى والأمر المضحك لماذا سميت غيبة صغرى وغيبة كبرى نجعي لكن الأمر المضحك أنه غيبة وخلاص يعني ما دهرش بعدها من خمس سنين ما دهرش على الأقل للناس العوام وغيبة الغيبة الكبرى من 329 اللي هي إلى يومنا هذا إيه الفرق بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى أن الغيبة الصغرى كان بيتواصل عن طريق نواب أربع نواب بسمهم سفراء أو نواب أربع نواب كانوا هم اللي بيقولوا قابلنا الإمام والإمام يقول كده وكده والإمام قال كده وكده وهم اللي بيأخذوا الخمس نيابة عنه سفراء واحد وراء الثاني مش في نفس الوقت بيكون السفير ما فصرش عنده ممتل وبالتالي غاب الغيبة الكبرى لأنه محدش بينقلنا هو كتب كان عنده تواقيع بيسموها تواقيع هي رسائل الشيعة بيسموها توقيعات التوقيع هو رسالة من الإمام بيقول كان بيوقع بخط يده وكأنه عارفين يعني أنه توقيعه الأصل هي كلها أشياء منسوجة ما تعرفش لها أصل تاريخي ويقولون يوجد الآن بيننا يحج كل سنة ويراه بعض تقاط الشيعة يقول جواد علي يبدو أن الأخبار متصلة بميلاد المهدي تريد يعني أن تؤكد وجوده الواقعي الشيعة يريدون ذلك ولذلك فهي أقوال وشهادات درجات متفاوتة من الصحة تظهر لنا عقيدة لتني عشرية وبعض هذه الأخبار يتحدث عن حضور أصحابها عند الولادة بعض الروايات بتقول كانوا حضرين لما ولد بعض الأخر يقول أنه كان هي القابلة في وحدة ست اسمها حكيمة نقلت لنا روايات هي على فكرة عمت أبوه بيقالوا أنه كانت هي القابلة وهي اللي شفته تولد وأغلب الروايات تدور حول هذه الست خاتون حكيمة حكيمة عمت أبوه شفته يتولد وقالت أنه أنا شفت المهدي وهو بيتولد خلاص يبقى المهدي موجود فيه الشهادات تاريخية تقول بأن هذا الشخص وجيد أصلا وعن رؤية الطفل مرة واحدة والبعض يقول أنه شافه مرة واحدة الأم مين طيب طالما الحسن العسكري عنده ابن وشافته القابلة ونقلت لنا هذه الروايات وروايات طبعا مش كوك فيها لكن الشيعة يصدقونها من أمه الغريب أنه أمه مختلفين فيها أغلب الأقوال أنها مسيحية أنها أم الإمام المهدي سمعته صح أم الإمام المهدي المنتظر مسيحية أنه هي جارية مسيحية اشتراها الإمام الحسن العسكري من السوق أم إمام مهدي الشيعة مسيحية البعض يقول تحولت للإسلام والبعض لا يقول ذلك وتذكر عدة أسماء مختلفة لأم الإمام اسمها أغلب الروايات تقول نرجس وبعض الروايات ريحانة وسوزان أيوة أم المهدي المنتظر اسمها سوزان أي رأيكم أو سوزان وسيقال أن الضوء كان يشبه عند ولادة الإمام لمعاني السيف ويرى ابن حزم أن كل اسم من هذه الأسماء يصف مرأة معينة جواد علي بيقول لك هذا خطأ من جانبي يغلو بالضنع أن هذه الأسماء كلها تطلق على الشخص نفس يعني هي مش نساء كثيرات هي امرأة واحدة لكن كل واحد بيعطيها اسم غالبا نرجس بيقال بأنها اشتريت واشتراها الحسن العسكري وخلف منها الإمام المهدي ليه 12 إمام سؤال مش ده تقليد للمسيح لأنه كان عنده 12 تلميذ غالبا كده لأنه الإمام الغائب يشبه المسيح الغائب عند المسيحيين الذي ينتظرون رجوعه وبالتالي أنه صاعد إلى السماء وسيعود هذا الرجوع الثاني يشبه الشيعة اخترعوا قصة مشابهة لقصة المسيح في رأيه الـ 12 هي أن الله هو الذي حدد العدد 12 للأئمة ولما كان الأئمة قد تعرضوا في حوالي سنة 60 لضغوط سياسية شديدة فقد كان عليه من يفكر في الإبقاء على حياتهم وكان على الإمام الحادي عشر أن يفكر في حماية ابنه لتتم مشيئة الله ولذلك تلقى الإمام الحادي عشر حسب عقيدة شيعة إشارة من الله تقتدي أن يغيب ابنه عن العالم أو يغيب ابنه عن العالم وأن يظل مختفيا وإذا ما يظهر الإمام الثاني عشر أمام الناس فإنه لا يجوز له أن يظهر قوته فإن الحكومة ستقضي عليه وتلحق ضررا بسحة وهذه الروايات تقدم للشيعة الـ 12 أساسا لفكرة الغيبة الغريب أنه سبب اختفاء الإمام أنه خف على حياته خف يقتل ده السبب الرئيسي لأن الخلفاء العباسين كانوا هيقتلوه هذا ما يقوله الشيعة لكن في نظر الشيعة الآن هو المخلص اللي خايف على حياته ومختفي عن الأنظار ومش قادر حتى يحمي نفسه إلا بالاختفاء هو اللي بينتظره يخلصنا ويجيب لنا العدل ويحكم العالم ويعمل مش عارف فيه والآن يجول بيننا وينظرنا وشايف كل شيء ويمشي للسعودية ويحج ويعمل كل شيء وبيلتقي بخامنئي على جنب كده في مسجد ومحدش يعرف هويته هذا اللي بينتظره يخلصنا ويخلص العالم من الحروب وهو يمتلك العالم وكل شيء غريب وعجيب في عقيدة المهدي المنتظر عندما بلغ المهدي السنة الخامسة من عمري مات والده وخلع الله الإمام على الفتى رغم شبابه مثل يسوع لاحظوا دائما التشبيه بيسوع الذي تميز وهو في المهدي بالحكمة الكثيرة التي ملكها النبي يحيى في السنوات المبكرة من حياته غير أن الخليفة قام بتحريات دقيقة عن الطفل لأنه كان يعرف أن رجلا سيولد في هذا الوقت يحل السلام فوق الأرض يحل السلام فوق الأرض بالسيف وبدأ لخليفة قصار جهدي في القبض على الصبي حتى لا يتولى منصبه فإذا لم يأخذ الإمام جديد منصبه فإن علي أن يبقى متخفي عن الأنظار وإلا فإن الإمامة تصبح عديمة الأطر لكن غيبة المهدي الثاني عشر تختلف عن الحالات المذكورة كان فيه غيبات أخرى يعني لو شفنا كان الأئمة قبل ذلك يختفون شوية لو بروفايل الأئمة كانوا لو بروفايل ما بيدخولوش في الأمور السياسية يفتوا للناس في الأمور الدينية لكن الإمام 12 اختفى بالمر يقولون كان المهدي الثاني عشر متخفيا أيضا على أنه لم يكن يقطع صلته بطائفته وهذا فضلا عن أن غيبته تفرعت إلى فرعين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى ففي الصغرى يستعمل مهدي وسطاء معينين بينه وبين طائفته يعينهم في هذا المنصب ولا يعرف محل إقامته سوى هؤلاء النواب ويحملون منه إلى الشيعة كل الأجوبة والأوامر والمراسيم الدينية وكل ما تحتاج إليه دولة سرية لتسيير شؤونها باختصار شديد كان فيه ناس يسمون أنفسهم صفرة بيروح عند الناس بيقولون قال لكم الإمام كذا قال لكم الإمام كذا قال لكم الإمام كذا أنا شخصيا شايف أنه فكرة الإمامة كانت انتهت لكن اللي كانوا بيسيروا أمور الشيعة ما حبوش أنه الإمامة تنتهي اخترعوا فكرة الإمام واخترعوا الغيبة واخترعوا أنهم هم سفراء ونواب لي حتى يستمروا في تسيير أمور الناس والاستفادة ماديا كانوا بيأخذوا عشرين في المية عشرين في المية من كل الشيعة كل واحد يبعت وإحنا واخدنا للإمام معلش لازم تطيقوا فينا إحنا واخدنا للإمام وهو بيتصرف فيها وبيعملوا كل هذا الشيء سريا بمعزل عن الدولة لاحظوا أن الدولة لها درائب ولها تحصيلات لا دولة داخل الدولة ويسيرون أمور الناس ويقول لك احنا وسطاء المهدي والمهدي مختفي غيبة كبرى وبعدين صار غيبة صغرى وخلاص والآن ولاية الفقية في إيران تعمل نفس الشيء ولاية الفقية الشيعة كانوا عبر العصور يعتقدون خاصة فقهاء الشيعة أنه لا دورة لهم في الحياة السياسية إلا لانتظار السلبي لظهور المهدي الذي سيقيم دولة العدل وينهي الشر في العالم وينهي الطغاة وينهي الاعتداءات وينهي الطهاد الشيعة فكانوا ينتظرون انتظارا سلبيا عبر العصور حصلت بعض الاستثناءات في التاريخ إلى أن جاءت الطورة الإيرانية الخميني قال لا لازم تكون ولاية الفقية انتظار إيجابي بمعنى آه لأنه كان الشيعة أبطلوا مثلا صلاة الجمعة أبطلوا العمل بالحدود أبطلوا العمل بالشريعة قال لك هذه من اختصاصات الإمام المهدي لما يجي إحنا فقط نسير أمور الناس الدينية البسيطة كل واحد يجي نعطيه مثلا فتوى جاءت الطورة الإيرانية قال لك لا لازم الانتظار الإيجابي نعيد تفعيل الشريعة نقوم بإزالة الشر نماهد للتعجيل بظهور الإمام وبالتالي نحن نواب الإمام رجعت النيابة نحن نواب الإمام على الأرض وبالتالي اخترعوا أنهم يلتقونه مثلا الخميني بيقولك أنه من آل البيت وخامين الآن بيقولك أنه من آل البيت من سلالة محمد والحوتيون في اليمن بيقولك أنهم من آل البيت وأيضا يأخذون خصوصا الهاشميون في اليمن يأخذون 20% من الناس تلاقي اليمن فقير هم أغنى الأغنية هم طبقة تانية من الشعب ففي الغيبة الكبرى لم يعد هناك نواب لأن المهدي يظهر بنفسه بين الحين والآخر فإذا ما توسل إليه شخص عند الشدة فإنه يأخذ بيدي في الحين وحتى عندما يدعوه الرجل والسكين على رقبة فإنه ينقذ من الخطر الذي هو فيه وقد رآه كثير من الشيعة وتلقوا مساعدة منه هذه هي عقائد الشيعة في المهدي بيدكروا يعني بعض الأمور التفاصيل البسيطة مثلا قضية السرداب ناس بتعتقد مثلا أنه المهدي غاب في السرداب الشيعة لا يعتقدون من ذلك يعتقدون أنه آخر مكان رؤية فيه هو السرداب وهو مكان مقدس مش لأنه مختفي فيه وهم يطلبون خروجه من السرداب يمكن بعض العام ما يعتقدون ذلك لكن علماءهم لا يعتقدون بذلك يعتقدون أنه هذا آخر مكان رؤية فيه المهدي للناس لكن غير ذلك أنهم لا يعرفون مكانه أين سيظهر يقولون بأنه له ظهوران سيظهر في مكة في آخر الأيام وسيظهر في النجف الأشرف سيظهر في النجف الأشرف إذن له ظهورا ونحن جايين للأمور الأخيرة فكرة الرجعة أنه سيظهر أو الرجعة فكرة الرجعة تلعب دورا كبيرة عند معظم الفرق الفرق الشعي حتى الاثنية عشرية زحمتها أيام الغيبة الصغرى فكرة الاختفاء وجعلتها الاثنية عشرية في المقام التاني الفكرة الرئيسية للرجعة والغيبة في الرجعة وفي الغيبة هي في الأصل واحدة ولكن التحديد الدقيق لهذين المصطلحين يبين اختلافات بين الاثنين فالغيبة تعني غيبة الإمام الذي لم يمت ورجوعه إلى الأرض بينما تعني الرجعة بعد كل الأئمة وبعد أصحابي من القبور جسديين كل الأئمة سيبعته الرجعة أكثر من الظهور من الغيبة الظهور من الغيبة أنه الإمام سيظهر وغائب سيعجل الله وفرجه وسيظهر الرجعة أنه كل الأئمة سيبعتون من القبور وبعد أعدائهم أيضا ليفرح هؤلاء بانتصارهم ويعاقبون أعداءهم القدامة بإراقة دمائهم والاثنين الرجعة وبعد الإمام الثاني عشر تتمان في وقت واحد على التقريب وعنده إذن سيكون الإمام الثاني عشر هو حاكم العالم وتقام مملكة الله الحقيقية إذن هناك ظهور الإمام وهناك الرجعة الرجعة سيبعث الله الأئمة من علي وانت جاي لحد الإمام المهدي وحيبعث أعداءهم مثلا خلينهم المعاوية وعمار وأبو باكر وكل الشلة السنية وحيعاقبوهم أمام الملاء لا هو في خلاصة فكر الشيعي حول المهدي يقول جواد علي هناك فكرة جديدة تتصل كنتيجة منطقية فكرة النيابة عن الإمام في الأرض أمام الطائفة فقد اختار الله كما قيل في ترتيب زمني أربع صفراء ولم يجد السفير الأخير من ينوب عنه في طائفة الثاني عشر فمن سنة ميتين وستين غاية ثلاثمية خلاص انتهى عمل السفراء وبدأت الغيبة الكبرى لمفيهاش وساطة بين الإمام والمؤمنين به وتدوم إلى أن يرجع الإمام الثاني عشر في عظمته وجلاله بسيفه وقوتي ليقيم العدل من جديد في هذه الصورة المستقبلية ينعكس حلم شوق الشيع إلى تحرير كل أفكار القوة وأخذ التأر التي تتقل في حقيقة الحاضر كاهلة أئمتهم وكاهلهم أنفسهم ويجب عليهم أن يلعنوها جواد علي بيقولك فكرة الاضطهاد القديم من السنة طاردت الشيع عبر العصور ولذلك تطاردهم ولازم يلعنوها لأن الآن كل همهم أن المهدي المنتظر سيظهر وينتقم لهم من أعداءهم اللي من أربع طهجر القرن اللي من أربع طهجر القرن بسادرين ينسوا هذا الأمر منهم السفراء اللي كانوا الأربع نحن سنعمل العجالة الأربع اللي كانوا في الغيبة الصغرى كان فيها كان السفير في الغيبة الصغرى هو النائب العام للإمام على جميع الشيعة وهو الوكيل وتحت إمرته وكلاء يعني نائب وتحت نواب هم المدبرون المحليون لأمور الطائفة يعني دولة فهؤلاء يتولون شؤون طوائفهم فيجمعون المال ولكنهم يتلقون الأوامر من السفير ولما كان السفير هو نائب الإمام فيجب أن يكون أتقى الناس وأفضلهم سمعة في الطائفة وكلماته لها اعتبرها القانون فالسفير لا يكذب وعلي أن يبرهن الإمام هو الذي ولاه المنصب لازم يعمل كرامة معينة زي المعجزة حتى يظهر بأنه هو فعلا سفير الإمام أنه الإمام نصبه لازم يكون أتقى الناس وطبعا الإمام هو معصوم الإمام معصوم ما بيعملش أخطاء لهو الآئمة الاثناشر دول ما بيعملوش أخطاء الإمام عين السفراء السفراء لازم يكونوا أتقية وحتى يبينوا أنه فعلا لأنه ما يعرفوش هل المهدي فعلا عينهم سفراء ولا لا يقولك لازم يعملوا كرامة وكان الناس يعطونهم الأموال الطائلة السفراء يمكن أن نستخلص جواد علي ذكر أخبار كتيرة قالك نستخلص من هذه الأخبار أن الناس من جميع الطبقات من الأمراء إلى الناس البسطاء كانوا يحملون إلى السفير قدر استطاعتهم كل الأشياء القيمة من الدنانير الدهب إلى قطع التياب مع اختلاف المانحين والأشياء الممنوحة ليس من السهل تقدير القيمة الإجمالية لذلك أطنان أطنان من ذهب وفضة وكل شيء يعني عقيدة المهدي كانت مربحة جدا السفراء هم عثمان بن سعيد العمري محمد بن عثمان العمري الحسين بن روح علي بن محمد السمري أو السمري أعتقد السمري أربع اتنين عرب واحد فارسي والتاني ما نعرفش الأصل بتاعه وطبعا السفراء كانوا هم وآخر سفير انتهت السفارة وما نعرفش بعدها لم يوجد أي سفير وما نعرفش السبب لماذا أنهى علي بن محمد مسألة السفارة أصلا ولماذا لم يستمروا في إطالة نفس الكذبة كانت تنظيم الشيعي في أيام الغيبة الصغرى كما يلي كان السفير يتربع القمة في بغداد وكان له في الأماكن التي توجد بها طوائف شيعية نواب يطلق عليهم اسم الوكلاء ومن الصعب في بعض الأحيان الحكم على ما إذا كان النواب أو الوكلاء قد تم تعيينهم من قبل الإمام الحادي عشر أو أن ذلك لم يتم إلا على يد السفير الأول يعني كان فيه سفراء وما نعرف العلاقة بالضبط كانت علاقات سرية ما بينهم وما بين النواب والأمر كله محاط بالسرية دولة سرية داخل الدولة قال جواد علي كانت مهمة هؤلاء الوكلاء مثل الحكام في الحياة السياسية كحاكم يعمل سرا للعناية بأمور الطائفة وجمع الخراج للإمام وكتابة التواقية كانت دولة موازية داخل الدولة آخر شي أحابب أتكلم عنه في هذه الحلقة وطبعا أحب أخذ بعض المكالمات اللي حابب يشارك في هذا الموضوع الأرقام معكم على الشاشة ممكن تتواصلوا معنا وكل واحد يشارك في هذا الموضوع فيما تبقى من البرنامج عودة المهدي ودولته إيه اللي حيحصل يقول جواد علي قبل أن نصل إلى النهاية تطروحة نعلم أن نضيف فصلا عن التصورات والآمال المستقبلية عند الشياء والتحقق المأمول للدولة الشيعية يقول متى تنشأ هذه الدولة المأمولة فلا يتم الحديث عنها بوضوح أبدا فزمن الاستجابة لا يعلموا إلا الله ما نعرفش إمتى على أن هناك علامات قد أعلنت للناس يستطيعون أن يعرفوا منها اقتراب المهدي وهذه العلامات كما نقلتها إلينا الكتب التي تحدث عن المهدي مرتبطة دائما بالشيعة وأدائهم من العلامات لانحلال الخلق الرحيب والقصوة العامة الظلم يعني أشياء عامة في الكوفة سيظهر فيما يقال داعي ينادي من حمل إليه شيعيا فلاه مكافأة ألف درهم على كل رأس وستحصل حرب وبعد خسائر كبيرة في الأرواح وانتشار الكهر واضطهاد الإيمان علامات أخرى كثيرة يتلقى الإيمان مختفي الأمر من الله بالعودة إلى الأرض وإعادة الشريعة والحقيقة ويقف مع المهدي كما حدث قديما مع الرسول في معركة بدر 313 من صحابة المهدي من جميع المدن مع ذا البصرة دون أن يعرف أحدهم الآخر ويرسل المهدي رسولا إلى مكة يأمر السكان بمبايعته ثم يخطب رسول المهدي ليعيدهم إلى الإيمان ولكنهم لن يهتموا برسول الإيمان المختفي وإنما يدبحون الخطيب في المسجد المقدس وقتئذ يأتي المهدي مع مرافقيه إلى الأرض وينتقم من أعدائه يستولي على الكوفة يهدم جميع المساجد والمنارات التي لا يعود أصلها إلى أيام محمد كل المساجد التانية سيهدمها أما أبناء قتلت الآئمة وعداء الشيعة فيدبحون كلهم دبحا ولن يستطيع أي كافر إخفاء نفسه لأن الحجر الذي يختفون وراءه سيشي بهم نفسه وستصبح كل البلدان تحت حكم المهدي الصين قسطنطينية روما جميع ممالك العالم لن يكون هناك دين لا المسيحية ولا اليهودية وإنما سيصبحون كلهم مسلمين ويعترفون بحكم المهدي هذه خلاصة العودة المهدي سيضبح كل الأبناء الذين اضطهدوا يعني أبناء الأمويين وأبناء العباسيين وأبناء في الحاضر ومن بين الأشياء سيأمر المهدي بهدم المسجد الحرام في مكة باستثناء أسسه سيخلي الأساس بس التي شيدها آدم وإبراهيم وإسماعيل وبعدها يأمر ببناء مسجد حسب الخطة القديمة التي أمر الله بها ويلقى مسجد كوفة نفس المصير وبعد أن يتولى المهدي الحكم في مكة ينتقل إلى فتح العالم با خلاص ثم ينتقل من مكة إلى المدينة لزيارة قبر جده النبي وهناك يدله الناس على قبري الخليفتين الأولين إلى جانب قبر الرسول فيأمر باستخراج الجتتين أبو بكر وعمر وتعليقهما في شجرة يابسة ولكن الميتين سيكونان كما لو أنهما الميتين سيكونان كما لو أنهما ما قد وضعتها في القبر الآن وتخضر وتزدهر الشجرة الميتة فجأة سيأخذ أبو بكر وعمر وسيعمل لهم يعني شغل كويس أمام الناس خلينا نأخذ مكلمة من جمال من الجزائر أهلا بك ألو أستاذ جمال تفضل أهلا أخي رشيد كيف الأحوال الحمد لله تفضل أخي رشيد أنا بيودي أتدافل في هذا الموضوع وهو موضوع الشيعة نعم هي كل الأديان وكل المذاهب تملك بعض المعتقادات الخاصة بها مثلا أنتو عندكم مثلا ترسيستانت عندكم مثلا تأييد كبير للصحيونية والإسرائيل وحضر كنت دائما تأييد إسرائيل وتأييد قتل الفلسطينيين وتأييد قتل اللغو وتأييد الجرائم لا لا غير صحيح وأنت تخرج عن الموضوع أنا لا أؤيد قتل الأطفال ولا المدنيين ولا قتل الفلسطينيين أنت واخد الأمر غلط لا 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 وأنت خارج الموضوع أنت ابتديت أنا حابب أعلق على موضوع الشيعة ورحت مثل اللي حافظ الدرس مالوش علاقة بالامتحان فلما جال امتحان لازم يكتب أول جملة في الدرس في موضوع الامتحان وبعد ذلك الموضوع كله عن الدرس اللي حافظه لا شكرا لا شكرا موضوعي عن المهدي المنتظر يعني يركز في الموضوع لما يكون موضوع فلسطين وإسرائيل أنا حطت حلقات كثيرة وأناقش علانية ولا أخفي رأيي لكن لست مع قتل الأبرياء هذا تغيير لموقفي وافتراء علي بالنسبة بالنسبة لعودة لموضوع المهدي قلنا بأن عند عودة المهدي سيحكم العالم سيحكم بالعادل وسيزيل الكفر ويزيل المسيحية ويزيل اليهودية ويقتل أعداء القدامة ويطلع أبو بكر وعمر من من القبرين ويعمل فيهم عجائب قال بأن في تلك اللحظة يأمر المهدي عاصفة سوداء تقتلع كل الذين آمنوا بمعجزتي أبي بكر وعمر كما تقتلع الأشجار فينقالبون ويموتون وفي النهاية أخذ أبو بكر وعمر من الشجرة ويبعتان إلى الحياة بإذن الله وعلى أبي بكر وعمر أن يتحمل مسؤولية ما فعلاه مع فاطمة وعليه يأدوا الدين لعليهم في تلك اللحظة تصعد النار من الأرض وتأكل الخليفتين ولكن ليس هذا هو نهاية العقاب إنما سيأتي جميع الآئمة ويأخذون تأرهم من أعدائهم سيبعتان إلى الحياة ألف مرة كل ليلة ويعاقبان عقاب ميتة مريعة كل ليلة ألف ليلة في بسرحية أبو بكر وعمر كل ليلة ألف ليلة ألف ليلة وليلة هي هي ألف ليلة وليلة هي أن أبو بكر وعمر سيحصل لهم كل ليلة نفس الشيء المهم يتولى المهدي بعد إذن السيادة على العالم ويختار الكوفة عاصمة له ستكون الكوفة هي العاصمة وتختفي كل الديانات مع هذا الإسلام وسيكون كل إنسان مسلم ولن تكون هناك في أي مكان عبادة الأوتان وتمطر السماء جرادا من الدهب الخالص وجميع كنوز الأرض توزع على البشر على السواء حتى لا يبقى فيها فوقها غني ولا فقير إذن هذه هي الصورة السلام المأمول عند الشيعة ودولتهم في المستقبل وهي دولة يعم فيها السلام بين الناس والحيوانات ولا توجد فيها فروق اجتماعية ودينية وسيقود المهدي من عاصمة الكوفة العالم كله عندنا أسئلة بالنسبة لهذا الموضوع لماذا لم توجد عقيدة المهدي في القرآن ليه وجدت فقط في الأحاديث وفي وقت متأخر ألا يدل على أنها مخترعة اختراعا وأنها ليست من صلب الإسلام في الأول لماذا ظهرت عقيدة المهدي متأخرة ألا يدل على أنها جاءت كرد فعل على الطهاد الشيعة من طرف الخلفاء اللي كانوا موجودين سواء خلفاء بني أمية أو خلفاء الخلفاء العباسيين لماذا ظهرت عقيدة المهدي في العراق بالضبط ظهرتش باتلا في شمال إفريقيا في مصر أليس بسبب تواجد الشيعة هناك بكترة شيعة علي واتهدهم في ذلك المكان لماذا ظهرت عقيدة المهدي في عهد الاتهاد مش كتعويض عن اللي حصل لهم لماذا يختفي المهدي كل هذه المدة وخايف على حياته في الأول طب الحد يمتى ما هو دايما سيكون خايف على حياته من أين سيمتلك القوة لو كان عنده القوة وقتها لماذا لم يواجه وإذا كان سيمتلك القوة بعدين وعنده القوة للمواجهة فمن أين ستأتي له هذه القوة كيف سيواجه العالم وكيف سيوقد الناس من الشر كلها اسئلة بتخلينا نقول بأن عقيدة المهدي مخترعة اختراعا وأن إيران الآن تستغلها استغلال بشع خلينا الناس فهمهم أنه لازم ولاية الفقيه وأنهم ينوبون عن الإمام المهدي وأن المهدي سيظهر في الأخير ولازم إيران تزيل الشر وتمهد له لازم تحارب ضد إسرائيل اليهود الكفار الملاعين وتزيلهم على فكرة لازم يفتتح بيت المقدس من ضمن أعمال المهدي أنه سيزيل اليهود من بيت المقدس ولذلك تروج إيران لهذا الأمر ولازم يواجه أمريكا الشيطان الأكبر حتى المهدي يرجع لأنه في نظرهم أمريكا بتتجسس عايزة تمنع عودة المهدي والحوتيون في اليمن أيضا رغم أنه في الأول الطائفة الزيدية رغم أنها شيعية لا تؤمن نفس إيمان الأثناء عشرية لكن ابتدأوا يقتربون من الأثناء عشرية في نفس الفكرة وصاروا مؤيدين لإيران حزب الله يريد أيضا ظهور الإمام حتى يقضي على إسرائيل ويرجع فلسطين للإسلام ويفتتح بيت المقدس كلها أمور تدل على أن عقيدة المهدي أفسدت لنا العالم ولم تصلحه لحد الآن نرى الناس جيش المهدي في العراق جيش المهدي قال لك ويقتلوا الناس ويذبحهم باسم هذا المهدي جيش المهدي 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 اللي بينتظروا أنه هيقضي على الأعداء وسيقضي على المسيحيين ويقضي على الغرب ويقضي على الكفار ويقضي على الملحدين ويقضي على العلمانيين ويقضي على كل شخص هذه هي عقيدة المهدي من شخص لا نعرف أصلا ولد ولا ما ولدش ما فيش دليل على ولادتي غير واحدة بتقول أنه شافته تولد مش عارفين وجوده ما فيش أدلة تاريخية ما فيش ناس شافوه ده صابي بيقولوا تولد وعاش خمس سنين ما كانش حد بيشوفه وبعدين قال لك اختفق غيبة صغرى أربع ناس كانوا بينوبوا عنه أو النائب الأخير كان بينوب عنه ما نعرفش أي شيء وقال لك هذا هو مخلص العالم غريبة عقيدة المهدي غريبة هذه العقيدة التي لا نعرف لها أي أصل ونعتقد أنها أفسدت العالم ولم تصلح أنا وصلت لنهاية الحلقة ألقاكم في موضوع آخر في الأسبوع القادم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة القرب وإنت تتفرج علينا في أي وقت هيتطلع قدامك العلامة دي كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك افتح الكاميرا وجهها ناحية الشاشة هيظهر على تليفونك طرق مختلفة لتبرع اختار الطريقة اللي تنسبك وتبرع وانت في مكانك الكرمة بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اشتركوا في القناة